بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله تبارك وتعالى أمرنا في محكم كتابه الكريم أن نحتدي بكتابه وأن نسير في الطريق الذي رسمه لنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه فقال الحق تبارك وتعالى وأن هذا صراط مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك موصاكم به لعلكم تتقون والمسلم لا يأخذ خارطة الطريق في الصراط المستقيم من أفواه البشر ولا من أفواه المنظرين وإنما يأخذ خارطة الطريق من كتاب الله رب العالمين وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم القائل تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة وأقول حول بيان العلماء علماء اليمن كان الواقب على الإخوة العلماء في تقمع اليمن الإصلاح وغيرهم في الآفاق أن يقرأوا البيان قراءة متأنية ويدرسه دراسة متأنية ثم يرد الحجة بالحجة لا أن يرد بالسخرية والاستهزاء والطيش والسخرية بإخوانهم العلماء مع أنهم يقرأون صباحا ومساء قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ويعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا بفاحش ولس أدري لماذا فقد هؤلاء الإخوة صوابهم لس أدري في ذلك ولس أدري لماذا لا يتقيد بآداب العلم الشرعي الذي أدبنا به الله تبارك وتعالى والقائل قل لعبادي يقول التي هي أحسن ليس التي هي أخشن إن الشيطان ينزغ بينهم ولذلك بيان العلماء وضع النقاط على الحروف وطلب من الإخوة الربوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالتالي ينبغي علينا أن ندرك ويدرك الإخوة في التجمع اليمن للإصلاح على أن سياسة المصالح ليست سياسة العقيدة وأن سياسة المبادة ليست سياسة المكيدة فسياسة الإسلام ترتكز على النصح لا على التقريح وعلى التنوير لا على التشهير الإسلام يأمرنا أن ندعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويأمرنا أن نضبط المجتمع وفق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبالتالي أنا لست أستغرب ما صدر من الإخوة من هذا التجريح حتى أنني سمعت وآسف أن الأخ الشيخ الحزمي يقول على أن هذا هو البيان الأول فحينما سمعته هذا الكلام قلت الله أكبر عليك يا محمد الحزمي هل كنت معنا أنا من لقنة صياغة البيان وقفنا في هذا البيان من الساعة الرابعة عصراً يوم الأربعاء حتى الساعة الواحدة مساء ونحن في عراق وبعد ذلك طريب منا كل واحد أن يذهب إلى غرفته ولم ننام إلا ساعتين من بعض صلاة الصبح وبعد ذلك أستمرين من الساعة الثامنة إلى الساعة العاشرة ونحن نصيغ البيان وأشهد لله لم يمل علينا أحد فكيف يقول هذا البيان أين الحزم من قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثم مبينا بل حينما كان يلقي كلامه على المذيع في بي بي سي ورب الكعبة إن المذيع كانت أفقه منه كانت المذيع أفقه منه ولكن هذا الكلام من سب وتحرظ على العلماء وأن نحن وأبحنا دماؤهم وهذا الكلام سيسألون أمام الله عز وجل عليه والكلام في معدنه لا يستغرب وصدق الشاعر حينما قال من تحلى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان ونحن نقول للإخوة عودوا إلى الله تبارك وتعالى وبيان العلماء هنا يركز على الوفاء بالبيعة والوفاء بالبيعة لم ناتي نحن بها من آرائنا ولا من بيوتنا أتينا بها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل لا نبي بعدي وستكثرون لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثروا وستكون خلفاء فتكثروا قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال وفوا ببيعة الأول في الأول وفوا ببيعة الأول في الأول علماء ليمن أخذوا هذا من قول الله تبارك وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أيضاً أنا أذكر الإخوة أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد والبزار وقال الهيثم رجال الثقة هذا الحديث يقول ما من قوم مشوا إلى سلطان الله ليذلوه إلا أذلهم الله عز وجل قبل يوم القيامة ألا تنظروا يا إخوة في كتبكم وأنتم تقولون على أن حينما سقطت الدولة الخلافة الإسلامية كان سببها العرب نعم اجتمع العرب واصطفوا على إسقاط الدولة الإسلامية بتحريض من الصليبين فسقطت الخلافة وأذل الله عز وجل هؤلاء الحكام العرب إلى يومنا هذا انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما من قوم مشوا إلى سلطان الله ليذلوه إلا أذلهم الله عز وجل قبل يوم القيامة ألا تعتبروا بهذا يا إخوة ثم إني أقول هل أنتم الآن حينما خرقتم وتفعتم هؤلاء الشباب إلى الساحة وتقولون الآن سفك الدماء من كان يا إخوة سفك هذه الدماء؟ ألستم أنتم؟ ألستم أنتم الذي أخرجتم هؤلاء الشباب إلى الساحات ودفعتمهم بصدور عالية؟ إلى أين؟ إلى الموت ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك تقولون على أن النظام هو الذي قتلهم ورب الكعبة أنتم قتلتموهم وأنتم تعرفون ذلك ولكن الكبر الذي أخرج إبليس من رياسة الملائكة هو الذي أخرجكم وأفقدكم الصوأ والله المستعان على ذلك أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا هذه الغموة وأن يكشف عنا هذه الفتنة أسأل الله تبارك وتعالى أن يرين الحق حقا ويرزقنا اتباعا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للإخوة المشترك وغيرهم سبنا وهدك أعراضنا ونقول اللهم إنا نتصدق عليهم بأعراضنا ونعمل مستعان أنت نقطة مهمة القرضاوي الذي ألف الكتب وقران له الشريطات في المحاضرات وما إلى ذلك وهذا يقول على أن هذه الفتوى فتوة جمعية علماء اليمن هذه فتوة رجعية ولا تتناسب مع الفقه الثوري لا إله إلا الله يا قرضاوي هل البخاري رجعي؟ هل ابن حجر رجعي؟ هل الشوكان رجعي؟ هل القرط برجعي؟ أما أنت في كل كتبك استشهدت بهؤلاء؟ فهل هؤلاء رجعين؟ ثم بعد ذلك لست أدري ما هو هذا الفقه الثوري نحن نعرف على أن هناك عنف ثوري مسمى عنف ثوري منظم اتق الله يا قرضاوي اختم آخر عمرك بالحسنة ويجب أن تعرف يا قرضاوي أنك ستقف أمام الله تبارك وتعالى ولا يغر أنك علمك فإبليس أكثر منك علما إبليس أكثر منك علما يجب أن تعلم على أن إبليس أكثر أهل العرض علما ولكن أكثر أهل العرض علما ولكن الله تبارك وتعالى أضله وأسأل الله تبارك وتعالى أن لا يضلك كما أضله الدكتور أحمد البركاتي أعوذ